مرة أخرى في تاريخه السياسي يجلس بن يمين نتنياهو مكبلاً بألف حساب وحساب للتصويت على القرار الصعب. بإغلبية كبيرة وفقت حكومته على صفقة الرهائن مع حماس، لكن ليس من ضمنها شريك نتنياهو من اليمين المتطرف وزير الأمن القومي إتمار بن غفير. فالرجل يعتبر أن صفقة كهذه ستنتهي بما وصفها بكارثة بأسلوب صفقة شاليط عام 2011. بينما وزير المالية اليميني المتطرف بيتسلا إيل سموتريتش، الذي كان مصراً على أن صفقة سيئة بكل المقاييس لأمن إسرائيل والرهائن ولجيش إسرائيل. وحذر من أن حماس ستكسب مزيداً من أيام الهدنة مقابل تسليمها مزيداً من الأسرى، غير موقفه. وانتهى به الأمر في نهاية المطاف إلى دعم الصفقة. وصف نتنياهو الصفقة بأنها القرار الصحيح، وتعهد بأن الحرب ستستأنف فور انتهاء مفعول أيام الهدنة، وأنها لن تنتهي قبل أن تحقق كل أهدافها. أيد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوك بدوره الصفقة، ووصفها بأنها التزام أخلاقي حيال رهائن، وتعهد بأنها ستكون خطوة أولى مهمة في طريق إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، إلى جانب استعادة الأمن المطلق لمواطني إسرائيل على حد تعبير هرتزوك. في حسابات الربح والخسارة، يرى محللون بأن أهم ما يمكن أن تحقيقه الحكومة الإسرائيلية من الصفقة، هو تخفف ضغط الشارع الإسرائيلي، الذي يضع ملف الرهائن أولوية تتقدم على هدف القضاء على حماس. ووفق القراءات ذاتها، صفقة كهذه يمكن أن تخفف الضغط الشعبي على واشنطن، وهو ما يضمن في المقابل استمرار دعم الإدارة الأمريكية للحكومة الإسرائيلية في حربها في غزة. بيد أن أوساطاً إسرائيلية عدة ترى بأن كل مزاعم ورهانات الحملة العسكرية بشأن استعادة كل الرهائن دون مقابل قد سقطت. مما قد يجعل الصفقة خنجراً في مستقبل حكومة نتنياهو المحاصرة بتابعة الفشل الأمني والاستخباراتي غير المسبوق في تاريخ إسرائيل منذ نصف قرن.